صفقة مليارية عقدتها الحكومة في بغداد مع بكينة مؤخراً سيضخ بمقتضاها العراق النفط إلى الصين مقابل أن تدفع الأخيرة أموال النقدية للحكومة صفقة تؤكد كل المعطيات أن العراق سيكون الخاسر الأكبر فيها وبحسب وكالة رويترز فإن شركة تشينخوا أويل الصينية لتجارة النفط قدمت عرضاً لشركة تسويق النفط العراقية سومو بحيث تدفع نحو مليارين ونصف المليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من تموز عام 2021 و30 من حزيران عام 2022 ووصفت وكالة بلومبرغ الأمريكية هذه الصفقة بالنادرة حيث لم يتعاقد العراق من قبل على صفقة مسبقة الدفع فضلاً عن أنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء في شحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام ويؤكد خبراء أن اتجاه وزارة النفط بعملية البيع العاجل بالسعر الحالي محفوف بالمخاطر خاصة أن الظروف الراهنة تشير إلى أن أسعار النفط ماضية نحو الارتفاع محذرين من وقوع العراق فريسة للنفوذ الصيني وبجانب الغموض الاقتصادي الذي يحف الصفقة فإن الخبراء أكدوا أن العراق هو الخاسر الأكبر من هذه الصفقة لأنها ستزيد من النفوذ الصيني لتدخل بكين إلى حلبة الصراع مع قوة عالمية وإقليمية تسعى إلى مصالحها على حساب العراق وحذرت العديد من التقارير سابقا من سياسة القروض الصينية والتي بمقتضاها تسيطر بكين وتصادر بعض مقدرات وأصول الدول الأخرى عند عجز الحكومات المقترضة عن الإفاء بالتزاماتها وقد وقعت ضحية هذه السياسة دول مثل سريلانكا وباكستان ومؤخرا لاوس التي ستسلم الحصة الأكبر من شبكة الطاقة الكهربائية الخاصة بها إلى شركة الصين الجنوبية للكهرباء بسبب فشلها في سداد الديون الصينية وتأتي الصفقة في وقت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12% هذا العام أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي بينما تريد الحكومة وأحزاب العملية السياسية أن تستعد للانتخابات المبكرة عبر تصدير الأزمة المالية إلى المرحلة المقبلة ليدفع العراقيون فاتورة فشل الحكومات وأحزابها الفاسدة بصورة مضعفة